اكد سعادة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل وشؤون الاسلامية والاوقاف رئيس اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة على التوجيهات الملكية السامية من حضرته صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى ببذل قصار الجهد في رعاية حجاج مملكة البحرين في ظل متابعة ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتضافر وتكامل العمل الحكومي في سبيل خدمة الحجاج البحرينيين والمقيمين وتيسير الإجراءات أمامهم وتوفير سبل الراحة لهم وأشهد سعدته بالجهود الجليلة والدؤوبة التي قامت بها المملكة العربية السعودية الشقيقة لإنجاح موسم الحج لهذا العام بقيادة خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي ليؤدوا الحجاج نسكهم بسلام وأمان ويسر في أجواء تغمرها الطمأنينة منويها بالإسهامات البارزة للجنة الأمنية المنتدبة من وزارة الداخلية واللجنة الطبية المنتدبة من وزارة الصحة وفرق الكشاف التابعين لوزارة التربية والتعليم وجميع اللجان الأخرى ضمن بعثة مملكة البحرين للحج ودورهم وتفانيهم المشهود في إعداد وتنفيذ الخطط التنظيمية بالتعاون مع حملات الحج البحرينية سعيا لتقديم الخدمات الأفضل لحجاج مملكة البحرين وكد سعدته اعتزاز مملكة البحرين بما تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة من منظومة خدمات متكاملة باستخدام أحدث التقنيات والتي أسهمت في تحقيق هذا النجاح المتميز في إدارة وتنظيم حشود الحجيج وانسيابية تفويجهم بين المشاعر ترجمة نانسي قنقر